أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنى في جبالي على ما تتسم به العلاقات المصرية المجرية من تعدد في مجالات التعاون والطلاقي مما يستوجب على البلدين إثراء رؤاهما المشترك حيال مختلف القضايا ذات لثمام المشترك وخلال زيارات إلى المجر التقى خلالها جولت شامن نائب رئيس الوزراء المجري شدد جبالي على رفض مصر القاطع والثام للعملية العسكرية الإسرائيلية في منطقة رفح الفلسطينية محذرا من التدعيات الكارثية لها والتي ستسفر عن أكبر عملية إبادة جماعية ضد المدنيين في القرن الحادي والعشرين وأكد جبالي رفض مصر أيضا لتوظيف الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح لأكون بمثابة آدات لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جانبه أبدى نائب رئيس الوزراء المجري تقديره التام لمستوى العلاقات بين البلدين مثمنا الدورة الجوهرية للرئيس عبدالفتاح السيسي في ضمان أمن واستقرار المنطقة ترجمة نانسي قنقر